موسيقى مساء الحير اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم حلقة جديدة في بيت العز معنا النهاردة الزميلة العزيزة العالمية شيرين حمدي اهلا وسهلا بكم يا هودا والصراحة انا ساعتي ساعتين سعادة اني اكون معاك النهاردة في بيت العز والساعة التانية في بيتنا العزيز الصحة وجمال اهلا وسهلا بكم حبيبي النهاردة عايزين نتكلم بقى في موضوع شايد جدا موضوع الخيانة الزوجية فعايزينك بقى تتكلمني عن خبرتك في الحياة في الموضوع ده اللي هي لفظ الخيانة الزوجية لفظ ثقيل لفظ تقيل جدا انا شايفة ان هو اصلا المصطلح الخيانة دي مثلا خيانة ترجع لخيانة امانة خيانة سر لكن انا شايفة بصراحة ان الشخص الخيان هو شخص مزنب في الاول وفي الاخر شخص مزنب دجاه نفسه ودجاه ربنا سبحانه وتعالى لو حس ان هو بحدة الزنب مش هيعمل كده تاني خلي بالك كونك اللي انت تعاملي الشخص كأنه مزنب افضل بكتير من انه بتعامليه كأنه خاينة ايه الفرق لما انا اعامل الشخص اللي انه مزنب هو كده انا اللي في مصدر القوة انا اللي ببصله بنصر الشفقة ان انا بحاول اوجد له رحمة من الرحمات ان هو يعني يطلع من حدة الزنب لكن كونه اللي هو خاين ده بتكسر حتة فيك انت يعني بتكسر حتة ان انت ما عنتكيش حتة الثقة في نفسك اه ده راح خني فالفرق كبير فعشان كده احنا عايدين نعامل الخاين بانه مزنب مش كانه خاين الزنب هو دايما بيتح احساس بانك لعله يرجع تاني من الخطأ اللي هو فيه بالظبط بالظبط لان كونك انك تعمليه في حتة انه هو اذنب ده بيخليك انت في مركز قوة لكن كونك ان انت تعمليك ككونه خاين فده بيخليك انت في مركز القصر انك قصرت من جواك وخانك بالظبط كويس فلو حطينا مفهوم لما مفهوم الزنب او الخيانة الزوجية هنقول ايوة كسر الوعد لكل يعني لكل ما هو مخلص يعني الوعد اللي بين الزوك والزوكة ده ميثاق غليز يعني الزواج ده عقد وميثاق غليز كونك ان حد يخوني الميثاق ده احد الطرفين ده كسر كسر الوعد وغير كده وكده سيدة وهذا يعني كونك يبقى ليكي ميول غير الميور الاساسية اللي هي لربط او العقد الزواج ده بنسميه تحت كل ده خيانة زوجة ميول اخر يعني ليكي ميل لشخص او لأي فرد بخلاف الزوج او الزوجة كويس ده بنسميه ايه بنسميه الخيانة فالخيانة ليها درجات الخيانة ممكن خيانة زوجية ليها درجات ممكن بمجرد الست بتشك في تصرفات جزء دي خيانة برضو ها بتشك اي شك بالنسبة للزوجة هقولك حاجة ما هي لو ما فيش دخان غير نار طالما شكت يبقى هي فيها في حاجة فيه اثباتات هي مش هتشك منها الهوكب هي هتشك بنقى على الدلائل بيقفل رقم بيقفل موبايلات وبالباسورد ما بيحبش يتكلم قدامها ما بيعملهاش بالمعاملة الكويسة بيتنقع تقولي حضرتك ما تقوليش ان هو مقفل التليفون مش عايزي دايقها او يحسسها ممكن ده عمل عنده شغل يعني اوكي لو يتكرر مرة مش في حاجات ماشي لكن مش كل مرة يتعامل بنفس الأسلوب اول ما يجي له التليفون يطلع بره دي هيخليكي انت نفس تشك تشك طب ليه ما يتتكلم قدامنا يعني فيه ايه المشكلة تبتلي هي تشك فيه اه ده نهيكي عن الباسورد لا ما تمسكيش موبايلاتي لا ما تمسكيش وده بيحصل يعني احنا النهاردة هنتكلم اللي بيحصل في البيوت المقرية البيوت المقرية فعلا بيحصل ما تمسكيش ما تمسكيش الموبايل بتاعي طب تيجي مثلا تيجي تعمل تليفون طبعا عايزة اتكلم لا اتكلمي من الموبايلات يعني ليه الاسرار على اننا ناخد جنب من الزوجة ليه ما نشاركهاش ليه ما نخلهاش مثلا لا لو انا ماشي سليم ممكن هي غيرها جدا طب هقولك حاجة انا لو ماشي سليم خلاص ردي على التليفون لا في حين بقى نتلاقي لو هي صادقته اول ما تلاقي التليفون يروح طالع جاري على البلكونة برا ولا طالع مش عارفة ايه طالع من برا البيت طب وليه انت كده بتزو بتحطد الشك من السد صح ولايه يعني دي كلها بتخليها بس ناخد برناء هل دي أسباب خلت دي درجات خيانة درجات خيانة ممكن يكون ايه هقول لحضرتك حاجة ممكن يكون هو اصلا هو في علاقة عاطفية دون اي مساس بالطرف الاخر يعني هو ما عملش اي علاقة محرمة ولكن هو مجرد حب مثلا ده خيانة انت انت بدأت تتميل بمشاعرك بمشاعرك تجاه طرف تاني وفي حين ان الزوكا هي الاولى بالمشاعر دي طبعا واخد بالك بس هتبدأ تتدرج تتدرج ما هي المشاعر دي بعدين هتبقى ايه هتبقى لازم هيتصرف تصرفات تانية غير مشروعة ها كل دي درجات بقى كل دي درجات وصولا هتقولي طب والواحد اللي يروح يتجوز ده اسمه خين لا ده شرع ربنا ده شرع ربنا ربنا قرر يعني واتاح واباح التعددية ها ليه الحق يتجوز لكن ما يمشيش غلط طب هي ايه الاسباب اللي خلت الخيانات الزوجية كترت وتعددت وبتوصل في الاخر للطلاق وبيبقى فيه اولاد وبيبقى فيه حياة الاسباب الاسباب كتيرة يا هول الاسباب ممكن تكون مش قادرين يتفهموا مع بعض فيه مشاكل يعني كتيرة على طول فيه مشاكل فيه مشاكل لديه قادر يحتوي اللي قدامه ولا دي قادرة تحتوي اللي قدامه وبناء عالي هاي الستة هي اللي بتبغلط فعلا يعني هي مش في الاغلب يهود لا لا بصيح اقولك هاجة انا لو تكلمنا عنا يعني المجتمع المصري الستات المصرية من انه عندهم قدرة احتمال عالية بالزبط قدرة احتمال عالية بتلاقيها بتشتغل وبتطلع من شغلها وبتروي وتشوف اولادها وديجي وتربي تربي الاولاد وتعمل الاكل والشرب وبتعد تذاكر وبالرغم من ده هو بيه بييجي اكل مطبخ وكل حاجة وعايز بقى ايه الشكل والمانظر وكلام من ده في حين انه هي بتكون متكدسة بالاعمال اللي في البيت وقعدة طول النهار وممكن في شغلها ويعني ما عندهاش وقت حتى لنفسها وفي الاخر بتتلام عليك بتنسى نفسها بصي بقى يا هده وفي الاخر بتتلام على ده بتتلام على انها شايفة امور باتها اه انت ما عندهاش معايا فبيلجأ يروح ايه يروح يبقى في علاقات غير مشروعة بالخارج عشان يلاقي اللي يحتوي اه اصلا هي على طول في البيت اه ولقوا تسمعي بقى ايه المبررات اللي بيتقال برا اصلا هي على طول اه لو يالي بوزها اصلا هي مش مهتمة بنفسها اصلا مش عارفة ايه بيخلق نفسه مبررات وهي ولو هو بينه بين نفسه تقول قطر الف خرها اللي شايلها الحملة ده كل طبعا واخد بالك فدي حاجة من الحاجات نمرك نين برضو الفروق الطبقية والثقافية يعني بتلاقي مثلا ما ينفعش واحد بترك مصقف بالشكل معين او خريج جامعات ويكلا بتجاوز واحدة مش متعلمة مثلا فدي حيبق بينهم برضو فروق مش حيحس ان فيه تفاهم اصلا فحيلجأ ان هو ويشوف واحدة بالنفس ونرجع برضو ده ده حيرجلنا نقطة اساسية في الموضوع اللي هو لازم حسن الاختيار حسن الاختيار من البداية بالضبط يعني انت دلوقتي انت بتقول اللي هي بتعيب عليها بتعيب عليها كده طب ما انت كنت فين من الاساس كويس فيه جزئية من الملل الاساس بقى في كل ده كله والسبب الرئيسي لتفشي حالات الخيانة هو الانترنت يعني السوشيال ميديا بصراحة لعبت دور كبير في النديجة اللي وصلنا لها دلوقتي اصبح النت متاح للجميع الراجل المخنوق من الضغط بيقعد على النت بأي واقع وبيقعد يتكلم مع ده وده وده بيحصل ولا لا وبرضو مش عايزين نكون ايوة لسه منحزين برضو فيه ستات نفس الحكاية بس هنكون موضوعيين يا هودا نسبة الخيانة في الرجالة اكتر اكتر من الستات ليه لان الراجل بداية رغباته بتبدأ بالنظر يعني واحدة حلوة هتلفت نظر لكن رغبات الانسة او السيدة بتبدأ بالسمع يعني لو حد قال لها كلمة حلوة هتروح وراه لان الستة دايما بتبص للموضوع بس برضو مش اي ست بس في الاغلب السدات بتبص للحتة اللي هي الحب وال ان ايه بدورها السد كده ان هي بتبص للموضوع بجانب عاطفي لكن الراجل بيبص بجانب يعني في شهوة فدبعا حتة الشهوة دي بتخلي متعدة العلاقات بتخلي ما يجب فين رجالة كده ما عندهمش الاكتفاء بوحدة انا كنت قبل كده يمكن ما اتنقشت الرجل لا يكتفي بوحدة ايوه الرجل لا يكتفي بوحدة طالما هي مش مكافية ولا محتوية دايما هيضل يدور على البديل طالما ما لقاش الاحتواء اللي هو عايزه بيضل يدور على البديل انا بتكلم في نقطة كمان عشان ما نقولش انت بتعممي على كل الناس اغلب انا بتكلم في طباعة بشرية يعني الراجل فعلا بيوجد لنفسه المبررات الكافية اللي يقولك لا انا عايز احد يحتويني هو بيبررها كده جانب كبير من الاحتواء ده شهوة جانب كبير من الاحتواء ده شهوة لكن لو بصنا للست جانب كبير من الاحتواء عندها هو الاشباع العاطفي والحب فالحب بييجي بعد فترة لكن الشهوة ممكن وقتية ومجرد ما يشوف واحدة معجب بيها ما هيكلمها لكن الست عشان توصل لمرحلة الخيانة دي بتاخد لها وقت كبير بعد ما بيقولوا زي ما عندما فض بيها واخد بالك بعد ما يعني يعني شافت كل الصبل اللي هو ما قدرتش تصلح العلاقة الزوجة او ترمم فدي يعني دي اسباب وكمان في نقطة عندي حلول عندي حلول والله يبص هقولك حاجة انا دايما اقول لو الوحدة عرفت ان الجزء بيخنها تعمل ايه ما دال انا عايز اقوله اه قدام حاجة من الاثنين بل همش تالت يا اما هي زي ما انا قلت كده ترمم العلاقة المتهالكة دي ودي يدعوض معاه تقوله انا عرفت ان انت يعني في حالة التأجد اللي هو بيخنها انا عرفت انت كذا كذا وانا حابة ان احنا نصلح العلاقة دي عايزين نكمل الحياة اه نصلح العلاقة دي بشكل يعني لائق عشان نقدر نكمل مع بعض شوف يعني حتة التفاهم دي مع الزوك بتخلق حتة ممكن الرجل يتفاهمها جدا ويقول لأ انا واخت واحدة عقلة ان هي تقعد تناقشني في حاجة زي كده طب هيقول لك في الاول ممكن يهاجمها طب انت عرفت منين ده بيش عرف ايه بس هو هيحس بحتة الزمد هو هيقول لي نفسه بص يعني هي عرفت حاجة زي كده وبرضه بتناقشني فيها وا 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 دي باقي علي باقي علي كده بالبلد باقي علي دي حاجة ده وعلى فكرة السد اللي بتقول الحتة دي وبتروح لجزها وبتقول له انا عايزين نرمم العلاقة وكده يا فعلا السد باقي عليه وبتحبه وبش عايزة بيتها يتخدم اما الجانب الاخر وبتحاول تيجي على نفسها كتير دي يعني لما بتبقى لجأت للنقطة دي دي جادة على نفسها كتير قوي قوي عشان يعني تجرؤ انها تصرحوا بحاجة زي كده اخد بالك الجانب تاني بقى لا انا ما ينفعش بقى حد يخني ولا واخد بعضي وعلى بيت اهلي واهلي بقى يجيبولي حقي لا انا ما ينفعنيش الخاين وانا يكبرني ان انا عايش مع واحد خاين فيه ده وفيه ده وده بيعتمد على الشخصية نفسها انا ماقدرش اقولك لا انت تعاضي وتبقي متماسكة وتقولي كده فيه نص لا كرامتهم زي ما بتقولو كده بتنقح عليهم كرامتهم ما تسمح لهمش اللي هم يستمروا في علاقة زي دي يقولك انت ازاي قدرة تعاضي مع واحد خاين لا وهي باش بتسمع بقى الكلام ده من نفسه بس ده هي بتسمع من اهلها يعني انت عرفتيل هو خاين ومستمرة معا اشرب كرامتك بقى هتقول لهم بيتقل كده فعلا استمر بقى مش انت اللي متقبلها بعيوبه استمر معا فاصيل ايه رأيك اه انا بقولك دي ترجع بقى للشخصية ترجع للشخصية الست نفسها فيه ستات قوية تقولك لأ انا ما تحملش ان راجل اللي يخل وفي ايه يعني في حتة ان هو يصرف علي واو لا ده انا قوم البيت من اول وجديد وابدأ بداية جديدة بقوة بعيدة عن راجل خاين لكن بالنسبة للست النوعية التانية برضو هي مش عايزة مش وحشة هي عايزة تحافظ على بيتها وغير كده وكده هي بتحب الشخصية نفسها مش قادرة تستغنى عنها يعني انا شفت نوعية من السيدات تقولك يعني اقولها انت ازاي يعني متحملة كل ده تقولي بحبه يعني يعني الكلمة لخصت حاجات كتير تقولك انا بحب الفلاني الفلاني او بحب جوزي او بكده مش قادرة اخرج البيت وفي ناس خدي بالك يا هودا برضو ان ما عندهمش مقدرة مالية ان هي تقدر تسيبه اه يعني خلينا نتكلم بواقعية احنا دلوقتي في وقت اعو زروف انا مهما هشتغل هقدر اصرف وخصوصا لما تكون معها كذا طفلة مثلا بالتلاتة والاربعة هصرف عليهم منين مزبوط فاخايت بالك فانا عارفة ان ممكن لو لا جأت وهي كده عقلة وهي كده عقلة جدا 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 ما هي تتبادل هي وولادها ومين هيصرف عليها خدي بالك يا خدها برضو انا عشان ألجأ لنقطة الطلاق دي لازم اكون درسها كويس جدا واكون عارفة التوابع وراء موضوع الطلاق ده ايه يعني بش هو يلا نطلق يلا نطلق لا هي المشكلة ما بعد الطلاق ان انتي ممكن وارد جدا انتي بش ضمن الشخصية اللي قدامك هيبقى ايه بعد كده ممكن دلوقتي هو مثلا مش متزوق ممكن بيصرف ممكن لو تزوق حينسى أولاده مثلا او ده ازوق او يعني ما قدرش يديها الامكانيات اللي كان بيدالها وقت الطلاق لو هو متطلق ويدي الكلام ده لكن لو متطلق بالمحاكم بقى شوية يعني شوية هيبقى فتات بالنسبة لها هتقتر تعيش ازاي اريد اقول لحضرتك ان فيه ستات بتصبر فعلا على خيانة الراجل عشان ولادها نفسيتهم ما تبقى اشتعبانة ما اصلي الولاد دي قصة تانية كمان يعني يبقى الولاد متضمرين نفسيا بعد عن الاب دي مشكلة كبيرة فعشان كده هيا بتستحمل العيشة مع جزر تمام على اساس اللي هم هيطلعوا في بيئة في بيئة ثووية الاب موجود والام موجودة بس يخد يبالك فيه نقطة مهمة جدا هنا بيبقى فيه طلاق روحي طبعا يعني ايه يعني انا لطيقى الراجل بس ممشيها المركب ممشيها المركب بس فيه بيوت كتير كده اه طلاق روحي لا اهو لا لا يعني لا روحي ولا عاطفي يعني ما فيش لا روح ولا عاطفة خالص ولكن واحد مجرد ما بيصرف على البيت وست مجرد بتقوم بواجبك وده يرجعنا لمرجوعنا للخيانة الزوجية طبعا ما هيبش حي ده بش حي واخد جنب ودي واخد جنب وحتستمر الحقيقة على كده منالية برضو متطلبات انا انا عايزة تحب وتحب وكده وده هو هيعمل كده في بعض الزوجات تقولك ايه طب المعاملة بالمسر لا انا عايزة قلنا حال عاطفة الامومة تتغلب على حاجات كتير جدا بالضبط اه يعني ممكن العاطفة الامومة تنسى هو عمل معها ايه او خانها هي عشان تبقى على ولادها بتستحمل الراجل اللي عمل فيها ايه دي نوعية من السيدات وفيه انتي قلت لي برضو من الاسباب اللي هي الاخيانة الزوجية اللي هي دافع الانتقام اللي هو شافته هو بيعمل حاجة طب انا هعمل كده لكن هي المسألة بش كده خالص المسألة بش النت بالنت لازم الراجل راجل انا جدا متفقة مع المقولة دي الراجل راجل والسيتة والستة ستة والستة ستة اه يعني يعني الراجل لي كيننته لي يعني حتى بحريته هو مش ملام مش ملام لكن يتلم امتى يتلم امتى لما اثبت عليه حاجة غض واخذ بالك لكن الستة مش مطلوب منها حاجة زي كده خالص طبعا خالص لا فيه ستات يهودة بياخدوها بدفع الانتقام سواء سد او راجل يعني انا بتكلم انا بش هتكلم دلوقتي انها هقف ناحية الراجل ولا هقف ناحية الست فيه خيانات زوجية من ناحية الرجالة وفيه خيانات زوجية من ناحية الست لكن خلينا نكون موضوعيين جدا ونقول ونقول ان نقطة النقطة الاساسية في الخيانة الزوجية هو عدم الاتفاق وكل واحد شايف التاني بمنظور مختلف مش قادرين يتفهموا الانترنت وفيه حاجة كمان كمان كنت عايزة اقولها تفضل القب ودي برضه سبب رئيسي من الاسباب الاخيانات الزوجية وهبجعلك الورر شوية القب والام حتة الثقافة الجنسية ان ما بيقدرش الحديث فيها محرم من ناحية الاب والام للابناء ويقولك لا اسلحيب اصلي لا ما نقولهمش وتطبع فعلا الزوجة والزوجة الغاية ما بتدخل بيت جوزة ما بتعرش اي حين اصبح دلوقتي في مجتمعنا دلوقتي وزمنا دلوقتي طب احنا ناخد المعلومات مني فين عندنا اصدقاء وعندنا انترنت واللي كنين وباء لو هم ما تنوش اسوياء ليه عندي صديق مش سوي ممكن يوديني في جانب تاني خالص طبعا الانترنت الاستخدام السيء بيه ليه هيوديني برده بجانب ده خالص طبعا فاحنا مفروض نقنن الموضوع احنا نستبعد الجزئية بتاعت الاصدقاء والانترنت لان هم بيديهم فكرة عن الثقافة الكنزية غير اللي بتحصل خالص في الحقيقة فييجي الواحد يتجوز بعد كده فييقول لك ايه الله مش دا لنا كنت ايه متخيله شايف بقى من الاصدقاء والانترنت اللي هو كان قاعت معاهم مش دا لنا كنت متخيله فاعت فكرة تانية غير الحياة الزوكية فبيرجع تاني لموضوع الخيانة الزوكية وللاصدقاء وكلام دا دي نقطة اساسية ان ايه ان الثقافة الجنسية من الاساس احنا منخفنا احتي الحاجة لا احنا ما منقولش تلاقي الام متحفزة جدا مع البنت حتة الحياة ما منقول هاش فحين ان ممكن تكون واحدة صحبتها واحدة صحبتها اي لنا وحكي لها الدنيا ومش عارفة انتي ما تعرفيش اللي بيدون لما بيروحوا مع بعض وبيخرجوا مع بعض لا ده انا انا افهمها بطريقة باسلوب معين بحيث ان انا الفت نظرها لصح فين والغلط فين من انا مش من الاصدقاء الام هي اللي تحكي البنتها كل شيء بدلا ما هي تلقى لا بالضبط يعني هتبقى مين الامينة على الاطفار او الاولاد الى الام احنا سعداء ابيك ومتشاكرة جدا حلقة جميلة ياشرين الله يخليك ياخداء ومتشاكرا للمشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة